موسيقى الرئيس السيسي يتصدر الجهود الإقليمية والدولية لتمديد الهدى في غزة وإدخال المساعدات في أهالي القطاع بمشاركة سامح شكري المنتدى الوزاري الثامن للاتحاد من أجل المتوسط يبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة الله أكبر اتمموا تبادل الدفع الثالثة من المحتجزين والأسرة وحماس وإسرائيل يوافقان مبدئيا على تمديد الهدنة اخبار سابعة نشرة اخبارية جديدة تأتيكم من شاشة النيل للأخبار أهلا بكم تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من سيد مارك روتا رئيس الوزراء الهولندي الذي أشهد بالجهود المصرية للوصول إلى الهدنة الإنسانية في قطاع غزة استعرض الرئيس السيسي العمل الجاري لتذبيت الهدنة وضماني ناجح تبادل المحتجزين إلى جانب الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وتنظيم عملية استقبال المساعدات الدولية ذات الصلة وقد اتفق الزعيمان على أهمية تركيز الجهود في الوقت الحالي على تمديد الهدنة مع العمل على التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار والتحرك العاجل لإدخال القدر المطلوب من المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي غزة بما يمهد إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط في وقت سابق توجه الرئيس السيسي بالشكر والتقدير إلى الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر على جهوده المبدولة وفريق عمله التي تكاملت مع الجهود المصرية لإتمام الهدنة الإنسانية في غزة قال الرئيس السيسي في تدوينة عبر حسابه رسمي على مواقع التواصل الاجتماعي أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر الشقيقة على جهوده المبدولة وفريق عمله التي تكاملت مع الجهود المصرية لإتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وإنجاح عملية تبادل الأسرة والمحتجزين وأتطلع إلى المزيد من التعاون المشترك لتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وإقرار السلام الشامل والعادل في المنطقة من جانبه توجه أمير قطر بالشكر للرئيس السيسي وقال في تدوينة على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي إنه يقدر عالياً أتعون المثمر بين المسؤولين المصريين والقطريين في إطار تحقيق الهدنة الإنسانية في غزة في سياق المتصل أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن استمرار العمل مع الرئيس عبدالفتاح السيسي وقادة المنطقة لضمان إخراج كل الأسرة وذلك في إطار صفقة تبدل الأسرة بين حركة حماس وإسرائيل على مدى أسابيع كنت أدعو إلى وقف القتال لغرضين زيادة المساعدات إلى المدنيين في غزة الذين يحتاجون إلى المساعدة وتسهيل إطلاق صراح الرهائن نعلم أن الأطفال الأبرياء في غزة يعانون أيضاً معاناة شديدة لقد قتل الآلاف ومنذ الأيام الأولى لهذه الأزمة عملت بشكل وثيق مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والحكومة الإسرائيلية والملك عبدالله الثاني عاهل الأردن والقادة في جميع أنحاء المنطقة لتوسيع النطاق تقديم المساعدات الإنسانية الحيوية لمساعدة الفلسطينيين الأبرياء المحتاجين الذين ليسوا جزءاً من حماس إن المساعدات التي تمس الحاجة إليها تدخل إلى غزة والرهائن يخرجون منها والهدنة مصممة بحيث يمكن تمديدها لمواصلة البناء على هذه النتائج هذا هو هدفي هذا هو هدفنا أن تستمر الهدنة إلى ما بعد يوم الاثنين حتى نتمكن من الاستمرار في رؤية المزيد من الرهائن يخرجون وضخ المزيد من المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في غزة فالاتفاق يقضي بتمديد الهدنة اليوم عن كل عشرة الرهائن يتم إطلاق صراحهم لذلك آمل ألا تكون هذه هي نهاية ولدي شعور بأن جميع الأطراف في المنطقة حتى الجيران الذين لم يشاركوا بشكل مباشر في مفاوضات الهدنة يبحثون الآن عن طريقة لإنهاء هذا الأمر أي إطلاق صراح جميع الرهائن وأن لا تصبح حماس مساعترة على أي جزء من غزة أود أن أرى استمرار الهدنة ما دام الإفراج عن السجناء مستمرا من جنبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتناهى وأنه سيرحب بتمديد الهدنة إذا سهلت إطلاق صراح عشرة رهائن إضافيين كل يوم أريد أن أقول إن هناك مخططا تفصليا ينص على أنه يمكنك إطلاق صراح عشرة آخرين كل يوم إضافي لكن في الوقت نفسه أخبرت الرئيس بايدن أننا في نهاية الخطوط العريضة سنعود بكل قوة لتحقيق أهدافنا وهي القضاء على حماس لضمان عدم عودة غزة إلى ما كانت عليه وبالطبع إطلاق صراح جميع الرهائن في وقت سابق من أمس تفقد نتنياه مواقع انتشار قوته شمالي قطاع غزة وقال إنه لا شيء سيمنع إسرائيل من تحقيق أهدافها في العدوان على القطاع نحن هنا في قطاع غزة مع مقاتلين الأبطال نحن نبذل قصارى جهدنا لإعادة الرهائن لدينا وفي نهاية المطاف سنعيد الجميع لدينا ثلاثة أهداف في هذه الحرب القضاء على حماس وإعادة جميع الرهائن لدينا وضمان عدم عودة غزة لتشكل تهديدا لدولة إسرائيل مرة أخرى أقول لكم ولمواطني إسرائيل نحن مستمرون حتى النهاية حتى النصر لا شيء سيوقفنا نحن نعلم أن لدينا القوة والإرادة والتصميم لتحقيق كل أهداف هذه الحرب ما بين القلق والرجاء يعيش الفلسطينيون ساعات اليوم الأخير من الهدنة الإنسانية في قطاع غزة التي بدأت صباح يوم الجمعة الماضي ولمدة أربعة أيام هدنة تم التواصل إليها بين حركة حماس وسلطات الاحتلال الإسرائيلي بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية لتضع حدا ولو مؤقتا لحوالي خمسين يوما من قصف إسرائيلي عنيف أزفر عن ارتقاء حوالي خمسة عشر ألف شهيد فلسطيني ونزح أكثر من مليون شخص إضافة إلى إلحاق ضمار هائل قضى على مقومات الحياة الأساسية في قطاع غزة تهدئة الأيام الأربعة المصاحبة لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين منحت سكان غزة قبلة الحياة وأعادت إليهم الأمل من جديد خاصة بعد تردد تصريحات من مختلف الأطراف الفاعلة تشير في مجملها إلى بصيص أمل بإمكانية تمديد الهدنة لأيام أخرى يعزز تلك الآمال إعلان مصدر مقرب من حماس أن الحركة أبلغت الوسطاء بموافقة الفصائل على تمديد الهدنة الحالية لفترة تتراوح ما بين يومين أو أربعة أيام مقابل إطلاق صراح ما بين عشرين إلى أربعين من المحتجزين الإسرائيليين لكن في الوقت نفسه يخشى الفلسطينيون من تعثر تلك الجهود وعودة سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جديد إلى آلة الحرب والقتل والدمار خاصة أنه لديهم شبه يقين أن الهدف الرئيس لجيش الاحتلال هو إبادة غزة وليس القضاء على حركة حماس وتواجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضغوطا متزايدة لتمديد فترة الهدنة ففي الداخل تعلو أصوات الإسرائيليين الذين يطالبون بتمديد الهدنة للسماح بالإفراج عن مزيد من أحبائهم المحتجزين لدى حماس ودوليا تتزايد الضغوط الدبلوماسية وترتفع نبرة الرأي العام الشعبي في مختلف دول العالم التي تطالب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف حربها ضد غزة وما ينجم عنها من مأساة إنسانية غير مسبوقة وغير مبررة كما يرى مراقبون أن الوقت يعمل ضد إسرائيل وأنه كلما طال أمد الحرب نفذ صبر المجتمع الدولي يشارك وزير الخارجية سمح شكر اليوم في المنتدى الوزري ثامن للاتحاد من أجل المتوسط والذي يوقد في مدينة بارشلون الإسبانية وقد تم تخصيصه هذا العام لمناقشة بند واحد هو وقف إطلاق النار وتظهور الخطير والكارثة الإنسانية جراء العطوان الإسرائيلي على قطاع غزة يترأس المنتدى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وجوزيب بارل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي تجتمع اللجنة الوزرية العربية الإسلامية خلال تواجدها في بارشلونة مع خسيمانويل أل باريس وزير خارجية إسبانيا لعرض مخرجات وقرارات القمة العربية الإسلامية الأخيرة إضافة إلى مشاركة اللجنة في المائدة الوزرية المستديرة التي ينظمها المنتدى الوزرية للاتحاد من أجل المتوسط والتي تعقد تحت عنوان تطورات الوضع في إسرائيل وفلسطين غزة والمنطقة وقبيل مشاركته في المنتدى الوزرية الثامن للاتحاد من أجل المتوسط قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إنه يجب الدفع باتجاه أن تتحول الهدنة في غزة لوقف دائم لإطلاق النار ما نعمل من أجله هو أن تتطور هذه الهدنة على الفور إلى وقف دائم لإطلاق النار إن الاتفاق الذي سمح بهذه الهدنة الإنسانية هو اتفاق ينص على تمديد وقف إطلاق النار في حال إطلاق صراح المزيد من المحتجزين المدنيين ونحن نؤيد هذا وأيدنا بوضوح إطلاق صراح المدنيين لكن مرة أخرى لا يمكن أن تجعل من سكان غزة برمتهم رهائن لا يمكن أن نجعل مليونين وثلاثمائة ألف فلسطيني رهائن ونعرضهم للدمار والعدوان الذي شهدناه خلال الأسابيع الماضية لذا نحن نطالب بأن تتحول هذه الهدنة المؤقتة إلى وقف دائم لإطلاق النار ونحث المجتمع الدولي على الدفع بأقصى ما يستطيع من أجل أن يصبح هذا وقفا لإطلاق النار لأن وقف إطلاق النار يعني ببساطة إنقاذ الأرواح قال استفضينا الأردن سيبدو الكل ما في وسعه لمنع تهجير الفلسطينيين تهجير الفلسطينيين أمر لن يقبله أحد منه لقد رأينا الفلسطينيين يغادرون منازلهم في عام 1948 ورأيناهم يغادرون منازلهم في عام 1967 ولم يعودوا قط ونحن نعتقد أن التهجير هو أمر سيزيد من إفراغ فلسطين من أهلها ونحن في الأردن قلنا هذا خط أحمر لأننا نرى فيه تهديدا لأمننا القومي وسنبذل كل ما في وسعنا لمنع حدوث ذلك أعلنت سلطته السجون الإسرائيلية أمس الإفراج عن 39 أسيرا فلسطينيا بمجب اتفاق الهدنة في اليوم الثالث للهدنة بين إسرائيل وحركة عماس من سجون مجدو وجلبوع والدامون وعوفر النقب ورامون ونفعه في صحراء النقب بإسرائيل خرجت سيارات الأسرى الفلسطينيين المحررين في الدفعة الثالثة من اتفاق تهديئة المؤقت مع حركة حماس وقد أعلنت إدارة السجون في الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن 39 أسيرا فلسطينيا بمجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الطرفين برعاية مصرية وقطرية من جانبها أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني أن الدفعة الثالثة من المعتقلين تشمل 39 طفلا وعقب تسليمهم وصل الأسرى المحررون إلى الضفة الغربية وكان في انتظارهم الآلاف من المواطنين للاحتفال بتحريرهم وفي الدفعة الأولى أفرجت كتائب القسام عن 24 محتجزا وتشمل 13 إسرائيليا بالإضافة إلى 10 تايلانديين وفلبيني لم يكونوا جزءا من الاتفاق في مقاضل الإفراج عن 39 أسيرا فلسطينيا وفي الدفعة الثانية أفرجت سلطات الاحتلال عن 17 فلسطينيا وتشمل 13 إسرائيليا بالإضافة إلى 4 تايلانديين لم يكونوا جزءا من الاتفاق في مقابل الإفراج عن 39 أسيرا فلسطينيا وقد اتفق خلال التهدئة ومدتها 4 أيام على أن تفرج حماس عن 50 من المحتجزين الإسرائيليين بعضهم من حملة جنسيات مزدوجة مقابل الإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا في وقتا سابق أكدت رئاسة الوزراء الإسرائيليا استلام 13 إسرائيليا بعد إطلاق صراحهم بقطع غزة من بينهم 4 نساء ورجل إضافة إلى 9 قصر استكمالا لاتفاق التهدئة المؤقت بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي وصلت الدفعة الثالثة من المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس إلى إسرائيل على أمل في استمرار التهدئة وتبادل المحتجزين والأسرى بين الجانبين جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن 13 ترهينة وصلت إلى إسرائيل وكالمعتاد سلم ممثل صليب الأحمر 12 محتجزا إلى قوة من وحدة النخبة في جيش الاحتلال وقوة من الشباك بالقرب من السياج الحدودي في وسط قطاع غزة ووصلت المجموعة إلى قاعدة حدسريم العسكرية ومن ثم الخضوع إلى تحقيقات وفحص طبي أولي قبل وصولهم إلى منازلهم وأوضح بيان جيش الاحتلال أن إحدى المحتجزات وتبلغ من العمر 84 عاما أرسلت مباشرة إلى المستشفى في بئر السبع بإسرائيل حيث خضعت للفحوصات الطبية كما ضمت القائمة ثلاثة تايلنديين ورهينة روسية تحمل أيضا الجنسية الإسرائيلية وأعلنت حماس أن الإفراج عنها جاء استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتقديرا للموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية وقالت مصادر مطالعة من حركة حماس إن عملية تسليم الأسرى للصليب الأحمر تمت في ميدان فلسطين قرب مستشفى المعمداني في وسط البلدة القديمة في حي الزيتون في قطاع غزة وبحسب القائمة الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي فإن تسعة أطفال وأربع نساء من بين الإسرائيليين المفرج عنهم من بينهم طفلة تبلغ أربعة أعوام تحمل الجنسية الأمريكية أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروة أكدت أن الوضع الإنساني في قطاع غزة ماء السوي وأن الهدنة الإنسانية الحالية كشفت الوضع داخل القطاع رغم الهدوء الذي يسوده بعد سريان الهدنة لا يزال قطاع غزة يعاني من تدعيات العدوان الإسرائيلي حيث بلغ عدد المقرات الحكومية المدمرات حوالي مائة مقر حكومي ومائتين وست وستين مدرسة أما بالنسبة لحجم الدمار فبالنسبة للوحدات السكنية فقد بلغ عدد الوحدات التي تعرضت إلى هدم كلي ثلاثة وأربعين ألف وحدة سكنية إضافة إلى مائتين وخمسة وعشرين ألف وحدة سكنية تعرضت للهدم الجزئي وفي ظل تركيز واستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات بشكل خاص وتهديد التواقم الطبية فقد خرج عن الخدمة نتيجة للعدوان الإسرائيلي خمسة وعشرون مستشفى واثنان وخمسون مركزا صحية كما استهدفت سلطات الاحتلال خمسا وخمسين سيارة إسعاف فيما خرجت عشرات سيارات الإسعاف عن الخدمة وعن تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين تدير وكالة الأونروا مخيمات اللاجئين الثمانية في قطع غزة كما تدير الوكالة ستا وعشرين مدرسة ومركزين صحيين في مخيم جباليا وبحسب الأونروا تصدف هذه المنشآت ثمانمائة وثلاثة عشر ألف نازح من أصل حوالي مليون وخمسة وستين ألف شخص نزحوا في غزة منذ اندلاع الحرب بدوره أعلن مكتب الإعلام الحكومي في قطع غزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية الحرب في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى حوالي خمسة عشر ألف شهيد من بينهم أكثر من ستة آلاف طفل وأربعة آلاف امرأة الأمر الذي يعني أن حوالي تسعة وستين بالمئة من الشهداء هم من فئتي الأطفال والنساء أما عدد الجرحة فقد بلغ أكثر من ستة وثلاثين ألف شخص أكثر من ثلثيهم أطفال ونساء فيما بلغ عدد المفقودين حوالي سبعة آلاف شخص وصلت خمس طائرات مساعدات إلى مطار العريش ثلاثة ثلاث من قطر وطائرتان من السعودية وبلجيكا تمهيدا لنقل حمولاتهم إلى قطع غزة دخلت ستة شاحنات وقود إلى قطع غزة عبر معبر رفح تقل مئة وتسعة وعشرين ألف لتر سولار وثمانين ألف لتر غاز وأشهد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية بجهود جمعياتي الهلال الأحمر المصري والفلسطيني في إيصال المساعدات مؤكدا أنه بدون هذه الجهود ما كان يمكن تنفيذ أي من عمليات إيصال المساعدات داخلين بوابة رفح بإذن الله بإخواتنا الفلسطينيين الحمد لله من أمام معبر رفح بنتابع رسول ودخول المساعدات لأشقاءنا في قطاع غزة مئة سبعة وتسعين شاحنة محملة بكل الاحتياجات رح يا مصر موسيقى اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد ثمانية فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية خلال 24 ساعة بذلك ارتفع عدد أشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 230 شهيدا الهدوء الحذر في غزة يقابله تسعدون إسرائيليون في الضفة الغربية أصفر عن استشهاد ثمانية فلسطينيين خلال ساعة قليلة بين ليل السبت وصباح الأحد في مخيم جينين أحد معاقل الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب نحو 20 آخرين خلال التصدي لعملية مداهمة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحثا عن من يصفهم بالمطلوبين وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن إحدى طائرات هاجمت مجموعة من المسلحين وأصبت عددا منهم على حد وصفة أقلت كتيبة جينين التي تضم فصائل متعددة إن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضد القوات الإسرائيلية التي اقتحمت المدينة من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية في كل اتجاه كما حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الحكومي ومقر جمعية الهلال الأحمر في مدينة جينين وعمل إضراب الشامل مدينة جينين ومخيمها بدعوة من الفصائل حددا على أرواح الشهداء وفي نبلس والبيرة استشهد فلسطينيان أحدهما طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ومن قبلهما استشهد طبيب برصاص قوات الاحتلال أيضا في بلدة قباطية ومنذ مطلع العام الجاري تشهد الضفة الغربية تصعيدا في الاعتداءات الإسرائيلية لكن هذه الوطيرة زادت اشتعالا سواء من جانب جيش الاحتلال أو المستوطنين منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي ومن السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن استشهد نحو 230 فلسطينيان وأصيب ما يقارب من ثلاثة آلاف آخرين كما قتل أربعة إسرائيليين في الضفة الغربية في ختام هذه النشرة هذا تذكير بأهم ما جاء بها من أخبار الرئيس السيسي يتصدر الجهود الإقليمية والدولية لتمديد الهدنة في غزة وإدخال المساعدة لأهل القطع بالمشاركة سامح شكري المنتدى الوزرية الثامن للاتحادي من أجل المتوسط يبحث تطورات الأوضاع في قطع غزة اتمموا تبادل الدفعة الثالثة من المحتجزين والأسرى وحماس وإسرائيل يوافقان مبدئيا على تمديد الهدنة للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت نايل دوت إي جي إلى اللقاء